اشتركوا في القناة مصر من مليون مسيحي في مصر مليون ومئة وستين ألف أصبحوا مسلمين أو تأسلموا أو تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن طبعاً دراتيها هي النمرة واحدة عن تيوب ما تشهرهاش وإحنا تيهين وإحنا مش عارفين حتى مش عارفين حتى الردة عليها حاول مع الكنيسة وشوفوا لديك هو هو طبعاً دعاً هياخذ وقت كنتم مسيحين مش عايزين ولديك وقسمين اللي زعاني إن بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الإيمان المسيح الضعيف لناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعاً النهاردة هيكون فيه نقاش وحوار افتراضي بيني وبين سيدة مسيحية وهزبت من خلاله إن إبليس هو اللي أظهر ضعف يسوع وكشف زيف الألوهية المزعومة هنتكلم عن التجارب السلاسة اللي وجهها يسوع مع إبليس وهنقارن بين ما جاء في الإنجيل وما جاء في القرآن السؤال اللي هيكون محور الحلقة هل قدر يسوع إنه يتصدى الإبليس؟ ولا كان إبليس هو المسايدر؟ هنحلل كل تجربة بالتفصيل وهنكشف حقائق ممكن تقلب موازين التفكير عن دلكسرين فخليكم معينا لآخر الحلقة مرحباً صديقتي أود أن أتحدث معك عن موضوع يعتبر جوهرياً في العقيدة المسيحية من خلال قراءتي استنتجت أن الشيطان يمثل حجر الزاوية في الفكر المسيحي كيف تفسيرين ذلك؟ الشيطان يعتبر رمز الشر والتمرد ولا يمكن أن يكون له فضل في المسيحية لكن هل يمكن لمسيحي أن ينكر إبليس وجنوده؟ هل يمكن لمسيحي أن ينكر فضل الشيطان في عبادة يسوع؟ إبليس موجود كعدو في الكتاب المقدس لكنه لا يعتبر له فضل هو يمثل الشر ويدفع الناس نحو الخطأ ومع ذلك ألا تعتقدين أن إبليس هو صاحب الفضل الأول والأخير على المسيحية من جهة العقيدة والمنهج؟ أرى أن دور إبليس هو دور عدواني ولا يمكن اعتباره مصدر فضل تعالوا نرى كيف أن إبليس أسقط البشرية في بحر الخطيئة بعد أن أنهى الله خطيئة آدم بالمغفرة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم ولكن المغفرة هي جزء من الرسالة المسيحية حيث تمثل رحمة الله ولسعة رحمة الله قال تعالى ثم اجتباه ربهم فتاب عليه وهذا ولكن على الرغم من عدم اعتقاد أهل الكتاب بأن الله لم يغفر لآدم وحواء أضلهم الله وحرفوا كتبهم أوافق أن هناك تفسيرات مختلفة لكن التركيز في المسيحية على الخطيئة الأصلية ماذا فعل إبليس مع يسوع وأمته التي ضلت في عهده ومن بعده ألا تعتقدين أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التطقيق؟ إبليس كان يمثل اختبارا لكنه لا يمكن أن يؤثر على جوهر المسيحية إن القصة التي جاءت بالأناجيل حول علاقة يسوع وإبليس يجب أن نتوقف عندها لم نسمع من قبل أن هناك نبيا أو رسولا اختلط بإبليس أربعين يوما وليلة لماذا لا يصور لنا تفاصيل تلك الأربعين يوما؟ ربما كانت تلك فترة تجربة روحية وليست فترة عادية إذن ماذا عن النص الوارد في إنجيل لوقة الذي يقول أربعين يوما يجرب من إبليس ولم يأكل شيئا في تلك الأيام ولما تمت جاء أخيرا كيف تطبع يسوع بإبليس وهو عاشره أربعين يوما وجها الوجه؟ التجربة كانت للتحقق من إيمان يسوع أليس غريبا أن يسوع يجلس بجانب إبليس؟ هل هناك دليل ينفي أن إبليس اعتدى على يسوع؟ أرى أن هذه فكرة غير مناسبة؟ يسوع كان في حالة صيام وتأمل لكن ما هو الدليل على تكذيب تلك الأفكار؟ الزواج ليس بالضرورة مرتبطا بالقدسية إذن كان يسوع يتوقع بعد حالة الجوع التي أصابته أن يقدم له إبليس شيئا يسد جوعه كيف يمكن أن يفتخر المسيح بأن يسوع هو الرب بينما في النهاية جاع؟ هذا جزء من الطبيعة البشرية ولم يكن جوعه دليلا على فشله ولكن موسى صام أربعين يوما دون أن يجوع كما جاء في سفر التسنية حين صعدت إلى الجبل لكي أخذ لوحي الحجر لوحي العهد الذي قطعوه الرب معكم أقمت في الجبل أربعين نهارا وأربعين ليلة لا أأكل خبزا ولا أشرب ماء هل يعني ذلك أن موسى أفضل من يسوع؟ موسى كان في تجربة مختلفة وكانت لديه علاقة مباشرة مع الله إذا كان الأمر كذلك فما هو الإنجاز العظيم الذي حققه يسوع؟ لماذا لا يعتبر جوعه علامة على ضعف؟ يسوع صام ليظهر قدرته على التحمل وهذا يظهر قوته الروحية لكن عندما وجد يسوع أن إبليس لم يقدم له ما يسد جوعه بدأ يعاند إبليس كيف يمكن أن تكون هذه التجربة جزءا من قوة يسوع بينما كان إبليس هو من يسيطر أعتقد أن إبليس كان يحاول إلغاء يسوع لكن يسوع تجاوز ذلك بإيمانه ولكن إبليس كان أكثر حنكة وكان يعرف نقاط الضعف في العهد القديم والجديد إذن كيف يمكن أن يعتبر يسوع إلها بينما يظهر عجزه أمام إبليس؟ أرى أن هذه التجارب تظهر قوة يسوع في مواجهة الشر وليس ضعفا يبدو أن إبليس كان له تأثير كبير في تشكيل العقائط هل تعتقدين أن هذا التأثير يعتبر إيجابيا أم سلبيا؟ أعتقد أنه سلبي ولكنه يظهر أهمية الإيمان والاختيار إذن لننظر إلى كل هذه النقاط ونستمر في التفكير في دور إبليس وتأثيره على المسيحية دعينا نبدأ بالحديث عن التجروع الأولى ليسوع مع إبليس جاء في الكتاب المقدس وقال له إبليس إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا من الطبيعي أن يحول يسوع الحجر إلى خبز أليس كذلك؟ فهو ابن الله كما تؤمنون فلماذا لم يفعل ذلك؟ التجربة هنا كانت اختبارا للإيمان وليس لمجرد إثبات القوة يسوع رفض إغراء إبليس لأنه يعلم أن الحياة ليست مقتصرة على الطعام المادي لكن إبليس لم يكن يتحدث عن الحياة الروحية كان يتحدث عن مواجزة تحويل الحجر إلى خبز وهو أمر يفترض أن يسوع قادر عليه كإله أليس كذلك؟ لماذا لم يستغل يسوع هذه الفرصة ليثبت قوة الإلهية؟ يسوع أراد أن يوضح أن الإنسان لا يحيا بالخبز وحده بل بكلمة الله هذه رسالة روحية تعكس الإيمان العميقة لكن من خلال ما نراه يبدو أن إبليس كان الفائز في هذا النزال يسوع لم يستطيع تحويل الحجر إلى خبز وهذا ما يثبت عجزه إبليس تمكن من توجيه ضربة كبيرة ليسوع وأتباعه وأظهر أن يسوع ليس إله في الإسلام نرى الأمور بشكل مختلف في القرآن حين تحدث الله إلى إبليس قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرك قال أنا خير منه خلقتني من ناره وخلقته من طين إبليس في هذا الموقف لم يتحدى الله بأن يثبت ألوهيته بل رفض الطاع فقط إبليس هنا يظهر التمرد ولكن يسوع لم يكن في موقف تمرد يسوع كان يظهر طاعة الله لكن إبليس يعترف بألوهيت الله في القرآن قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إبليس أقرب أن الله هو خالقه ولا معبود سواه أما سوا فقد فشل أمام إبليس وهذا يظهر عجزه عن التصدي له وعندما طلب منه تحويل الحجر إلى خبز لم يفعل ذلك يسوع أراد أن يظهر أن الحياة الروحية أهم من المعجزات المادية الرد الذي قدمه كان ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ولكن رد يسوع كان بعيدا عن النقطة إبليس لم يكن يتحدث عن الحياة الروحية بل عن القدرة على تحويل الحجر إلى خبز كان يريد أن يرى يسوع يقوم بمعجزة حقيقية ومع ذلك لم نجد لإبليس ردا وكأن يسوع فشل في هذه الموقعة يسوع لم يكن يحاول إثبات شيء مادي الرسالة كانت تتعلق بالإيمان الداخلي لكن إذا كان يسوع هو الله كما تعتقدون لماذا لم يستطع تحويل الحجر إلى خبز؟ أليس هو الخالق؟ أليس هو القادر على كل شيء كما تدعون؟ بالطبع يسوع كان قادرا على فعل ذلك ولكنه اختار أن يرفض الإنصياع لإغواء إبليس ولكن في النهاية يبدو أن إبليس ضرب عصفورين بحجر واحد أولا أثبت أن يسوع ليس هو الله ولا ابن الله بالجوهر أو الزيت ثانيا أظل المسيحيين وزين لهم سوء أعمالهم مما جعلهم يعبدون بشرا بدلا من الله أليس هذا ما حدث؟ أعتقد أن التجربة كانت لإظهار قوة الإيمان وليس لإظهار القوة الجسدية أو المادية إذا قارنت ما حدث بين الله وإبليس في القرآن وبين ما حدث بين يسوع وإبليس في الكتاب المقدس ستجدين الفرق واضحا الله في القرآن كان حاسما عندما طلب إبليس أن يبقى حتى يوم القيامة قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين لم يستطيع إبليس أن يتحكم في الله أو يوجه له طلبات بينما يسوع بد ضعيفا أمام إبليس في هذه التجربة أرى أن ما حدث مع يسوع كان لتعليم البشر كيفية مقاومة الإغراءات لكن في القرآن نرى أن الله لم يخطع الإبليس بأي شكل بينما يسوع لم يستطع حتى تحويل حجر إلى خبز أين العظمة الإلهية في هذا الموقف في الإسلام نرى العظمة في قدرة الله كما حدث مع إبراهيم عندما طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمنوا قال بلى ولأت ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزها ثم دعوهن يهدينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله منح إبراهيم القدرة على إحياء الموتى بنفسه أما يسوع فلم يستطع حتى تحويل حجر إلى خبز كيف يمكن أن يعتبر إلها؟ أعتقد أن الأمور تحتاج إلى فهم عميق للرموز والمعاني ولكن إذا نظرنا إلى كل هذه الأمور من منظور منطقي نجد أن يسوع لا يمثل جزءا من جناح بعوضة عند الله عز وجل إبليس أظهر أن يسوع عاجز عن إظهار قوته بينما في القرآن الله هو المسيطر الحاسم دعينا نتحدث عن التجربة الثانية التي مر بها يسوع مع إبليس في متى يقول القدام المقدس إن كنت ابن الله فاضرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوسي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك هذا الطلب من إبليس كان بمسابة تحدي مباشر ليسوع لإثبات أوليهيته ولكن رد يسوع كان مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك أليس هذا الرد غريبا؟ كيف يمكن أن يعتبر هذا الرد دفاعا قويا إذا كان يسوع هو الله كما تزعمون يسوع أراد أن يوضح أن الله لا يجب أن يختبر الإيمان هو أساس العلاقة مع الله وليس الاعتماد على المعجزات لإثبات الألوهية لكن ماذا عن المزمور 91 الذي يقول لأنه يوسي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل تركك على الأيد يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك إذا كان يسوع هو الذي أعلن عن هذا المزمور فلماذا لم يثبت صحته؟ إذا كان ناسوت يسوع متصلا بلهوته فلماذا لم يظهر لنا صدق أقواله؟ أليس هذا دليلا على أنه لم يكن لديه القدرة على الرد بشكل مقنع؟ يسوع لم يكن مضطرا لإثبات شيء لإبليس المعجزة في عدم الانصياع للإغراءات وليست في إثبات القوة المادية؟ ولكن كيف يقول يسوع لا تجرب الرب إلهك إذا كان هو الإله كما تزعمون؟ لماذا لم يظهر لنا دليلا على ألهيته في هذا الموقف؟ الرد كان بمثابة تعليم للبشر أنهم لا يجبوا أن يجربوا الله؟ ولكن هذا الرد يبدو كأنه خروج عن الموضوع إبليس كان يتحدث عن القدرة الإلهية على الحماية وليس عن اختبار الله كان يتحدى يسوع ليثبت قدرته الإلهية لكن يسوع لم يفعل ذلك ألا تعتقدين أن يسوع قد فشل في هذه التجربة أيضا؟ أرى أن التجربة كانت لتعزيز إيمان البشر وليس لإثبات شيء لإبليس دعينا ننتقل إلى التجربة الثالثة جاء في متة أن إبليس أخذ يسوع إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها ثم قال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت ليه هنا كان السجود في ذلك الوقت للتحية والإحترام وليس للعبادة إبليس لم يطلب من يسوع أن يسجد له للعبادة لكنه حاول أن يوضح نقطة ما لماذا حاول يسوع هذا الأمر من سجود تحية إلى سجود عبادة السجود في هذا الموقف كان يرمز إلى الاستسلام والخضوع لإبليس وهو ما رفضه يسوع لكن السجود كان شائعا في الكتاب المقدس كنوع من التحية والإحترام لنقص بعض الأمثلة امرأة سجدت لإليشة عندما أحيى ابنها فأتت وسقطت على رجليه وسجدت إلى الأرض ثم حملت ابنها وخرجت إبراهيم سجد لسلاسة رجال فلما نظر رقد لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض لوت سجد لملاكين فلما رأاهما لوت قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض أليس هذا دليلا على أن السجود كان مقبولا كنوع من الإحترام؟ فلماذا لم يجد يسوع لإبليس كتحية ويرفض العبادة؟ السجود في هذا السياق قد يكون رمزيا للعبودية والاستسلام لإبليس ولذلك كان من الضروري أن يرفض يسوع ولكن إذا كان السجود لمجرد التحية فما المشكلة في أن يجد يسوع لإبليس كنوع من الإحترام؟ ألا يظهر هذا أن يسوع كان يبالغ في ردة فعله؟ يسوع كان يظهر أن السجود لإبليس بأي شكل من الأشكال غير مقبول ولكن لننظر إلى هذه المسألة من منظور أكبر في الإسلام إبليس هو الذي تسبب في قطيئة آدم وحواء بينما في المسيحية يعتبر آدم وحواء هما المسؤولين في الإسلام إبليس هو عدو الله والبشرية ولكن في المسيحية يبدو أن دوره أقل ودوحا أليس كذلك؟ في المسيحية آدم وحواء هما المسؤولين عن الخطيئة الأصلية ولكن إبليس كان هو الذي أغواهما هذا يفتح مجالا للتساؤل كيف يمكن أن يكون لإبليس هذا النفوذ الكبير على يسوع وهو إلهكم في النهاية يتضح أن إبليس كان يسيطر على مجريات الأمور في تلك التجارب الثلاثة بينما يسوع لم يظهر قوة كافية للتصدي له التجارب الثلاثة كانت لاختبار إيمان يسوع وقدرته على رفض إغراءات إبليس ولكن من خلال تلك التجارب نرى أن إبليس كان يتحكم في حواس يسوع وينقله من مكان إلى آخر ويوريه ممالك العالم كيف يمكن لإله أن يكون خاضعا لمثل هذه السيطرة من إبليس ألم يكن من المفترض أن يقول له اخسأ يا شيطان يسوع أظهر قوته في الإيمان وليس في استعراض القوة المادية إذن في النهاية نجد أن إبليس لم يكتفي بتحدي يسوع بل أظهر أن يسوع لم يكن قادرا على القيام بما يجب على الإله فعله هل يمكن أن نقول أن إبليس هو الذي أثبت زيف ألوهية يسوع؟ لا أعتقد أن هذه التجارب تثبت زيف الألوهية بل تظهر قوة الإيمان الداخلي لكن إذا نظرنا إلى الأمور من منظور منطقي نجد أن إبليس هو الذي انتصر في هذه التجارب أولا أثبت أن يسوع ليس هو الله ثانيا وظل المسيحيين واجعلهم يعبدون بشرا لذلك يمكن القول أن فضل إبليس على المسيحية كفضل الجفن على العين لو لإبليس لما كانت للمسيحية مكان على وجه الأرض وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة أتمنى تكون الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد وكمان نفعلوا جرس الإشعارات وشارك الفيديو مع أصحابكم شكرا لكم ونشوفكم في الحلقة الجاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم